تغنى بها الشعراء فيما مضى لكن مدينة السلام لم تعد بنفس الصورة فالتشوهات البصرية والسمعية ملأت ساحاتها، شوارعها ومبانيها صورة مغيرة لا تسر البغداديين ولا القادمين إلى العاصمة وهذا ما جعلهم يتحدثون بتذمر فوضى أنه لا يوجد عدد الشعب أو عدد الناس على شيء مثلاً حديث اسم الترتيب بالقطاع أو بالتصميم أو راحل عشرونس لنطبع أنه لا يوجد مثلاً ديزانرز أو مصممين ببعض البلد متنمين بهذا الشيء معهم إحنا عدنا هواي طاقات يعني كل المكانات أو المعالم اللي قاعد نشوفها في بعض الأحيان هي معالم مخترقة من قبل المشوهين هذه المعالم وأعطى صورة سلبية عاصمة بغداد بالتالي أنه لازم يكون هناك قانون وتطبيق صغيراً بحق هؤلاء الاعتبار أنه مشوهوا صورة عاصمة بغداد التذمر الشعبي على ما أضحط عليه العاصمة من تشوه دفع أمانة بغداد لإطلاق حملة لإزالة التشوهات البصرية والسمعية تحت شعار الذوق وعي الحملة ستنفذ مطع العام المقبل تبدأ بالإنذارات للتشوهات وتنتهي بالسجن للمخالف حملتنا تشمل الكل ولكن راح نبدأ بأول جزء من عدة والجزء الشخابيط على الجدران اللي هي سميناها تخريب فالقانون العراقي رقم 111 لسنة 169 لسنة 169 معدل أكو بثلاث مواد تشمل عقوبة بالغرامة تصل الغرامة 250 أو أدنى غرامة 250 ألف دينار وأعلاها مليون دينار ولكن بعض الأحيان التخريب كبير يمس بالدولة ويمس بالممتلكات العامة فيصل إلى السجن خمس سنوات حملة كبرى لإزالة جميع التشوهات البصرية من المباني التجارية والسكنية هدفها الارتقاء بالمشهد الحضري في العاصمة ومحاسبة مخالفي الذوق العام علها تساعد في جعل صورة بغداد كما كان الشعراء يتغنون بها من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر